موسيقى يا مساء الخير والسعادة والجمال اهلا بكم عزائي المشاهدين وحلقة جدا مقدمتكم الوان دايما الترب الجميل بيكون بيعبر عن الحب والمشاعر الجميلة والنهاردة هيكون معنا موهبة جميلة جدا هنستمتع بيها معاكم النهاردة برحب ديفي الكريم الأستاذ فارس نادي اهلا بحضرتك منوارنا يا فارس في البداية يا فارس عايزك تعرف نفسك للجمهور انا اسمي فارس نادي محمود اساسي من أسوان مركز ادفو قارة الغنمية مقيم حاليا في محافظة الأليوبية مركز أليوب قارتكم مش فيه اهلا وسهلا بحضلك واهل أسوان حبائبنا كلنا احسن ناس يا فارس يعني انا عايزك برضو تعرف بعد ما عرفت نفسك للجمهور عايز عارف بدايتك كات ازاي والله يا بدايت كادت من المدرسة من وانا في الابتدائي يعني كانوا دايما صحابي يشجعوني كده يعني انت كنت بتغني مثلا في المدرسة مع صاحبك فقالوا لك انت صوتك حلو كده تمام فبدأت انت بقى مسلا تنمي الموهبة دي والله يعني ايه اللي انت عملته بقى خلاك تبقى بدأت يبقى ليك أغاني وتبقى الناس تسمعك وكده ايه الحاجات انت عملتها بصي والصحابي طبعا مشجعوني يعني بفضل كله برضو يرجع لصحابي وابويا وامي برضو يعني بفضل يرجع ليهم برضو فأكيد طبعا يعني بفضله تمام طب انت يعني حباب سمعنا ايه دلوقتي يا فارس سمعك وحاجة كده طهد ماش نسمع مع بعض ماش يا اما زمان خوفتك مني وعا تحس ان انت عادة مني وتريك ما بتسمع عشي وانا على قدي ما بسكت وغدا قلبت صعبة وكلمتي واحدة لو روحتي ما برجع عشي كل الحيل ومعاك تجرب لك بالبق ولا خيرك اعرف ايوة بعدت بلاش تستغرب كل واجعله انهاية ولا اشرح لك ولا تشرح لي لو عندك احساس فراح لي الدنيا في بعدك رياح لي ولا انا شفتك فايا الله عليك يا غير الزجد ماسو الله صوت رائع والكلمات حلوة جدا الكلمات دي مين اللي مقالفها لا دي اغنية دي اغنية تمام مين من اوترب انت بتحب تسمع له باق او تغني له اه ممكن احمد سعد احمد سعد طب الاغنية دي كد بتعاد مين اه مش فاكر بالضبط والله اه لا بس كلماتها حلوة قوي اه لا كلماتها حلوة طب تحب كده تسمعنا ايه لأحمد سعد اه بصلي وانت بتتكلم تمام ماشي نسمعها مع بعض تمام ماشي تمام ماشي تمام ماشي بصلي وانت بتتكلم عايز اتعلم ازاي داري بصلي خلينا تفرج يمكن اهدى وتتف ناري لو فاكر اني عسيبك يبقى دعيبك لا دا قراري سدقان انت بتتغير وانا بتحير من الاول تغلط وانا جوا حياتك تبوا حياتك زعلم طول بكرة الايام اتعلم وانت معلم في انهياري ليجيت علي يا البردي ويجيت على حب السنين حسبتها غلط المردي خلاص مش بايلك حنين ليجيت علي يا البردي ويجيت على حب السنين حسبتها غلط المردي خلاص مش بايلك حنين وما تفتكرش دا ولا عدا وهدنا في خلال يومين الله الله بجد ما شاء الله عليك يا فارس صوتك روعة بجد والله مبارك يعني الصوت يا جماعة يعني بيور كده لا فيه مؤسرات صوتية ولا اي حاجة بنا احفظك يا فارس بجد بنا احفظك يا فارس بجد برضو انت بقى يعني مثلا قول لي هل انت عملت البومات مثلا او حاجة خاصة بك ولا لسه عملت او عملت اغاني على اليوتيوب كده يعني اخواتي برضو وقفين في ظهري اه طبعا انا اخويا خليفة اخويا ورتيجة حد بيكتب لك الاغانيز يا فارس ولا انت بجد كنك من نفسك اه في واحد عامدنا اسمه عبدالله هو اللي بيكتب لك اغانيز اه بيكتب لك اغانيز وهد بقى حد مثلا فيه ملحن ولا انت مثلا بصوتك كده بتلحنها وخلاص لا بنبقى عاديم مثلا مع بعضنا ده هو ايه بجد بلحن بتيجي كده يعني اه بتيجي كده احنا قاعدين مع بعضنا طب سمعنا حاجة كده بس كلمات او حاجات انت عاملها بنفسك اه فيه اغنية انا هعملها يعني شوية كده يعني يعني مش هستحرقها يعني لا عادي اقولك حتى منا تمام ماشي نسمعها برضو صدفة شفت كلبي حبك عشت ايام في نعيم احلى حاجة فيك قلبك قلب عشق للنسي انت جيت خطبت قلبي مما كان وصار حبيبي نفسك بتمي لجنبي نفسك مانا نعصيب انت يا احلى يا قلبي طبعا انت يا اجمل من الكلام حبي ليك حلو جدا يحلو بك الغرام اللا بجد جميلة واوي يا فارس والكلمات روعة بجد يعني آنا اتمنى بـ أنت تعمل ألبوم يعني ألبوم حلو كده وإنت مشهو الله عليك يعني صوتك روعة واختيار الكلمات بجد حلو وحلو أن الحاجات يعني بتبقى كلمات طلع بتلقائية بسيطة بس بتلمس القلب زي بيقول ربنا يوفقك يا رب أكيد طبعا طيب تحب كده إحنا معناه ثلاث دقيق فتختم لنا كده بإيه؟ تحب أغنية إيه؟ تكون حاجة بقى كده على زوقك ممكن حلوة تروح ماشي نسمعها مع بعض ماشي يلي تحب الجمال الحلو حلو الروح في ناس جميلة قوي وعيشة حلاوة روح وبيفيد الجمال لو عيشت بيه مجروح وعا الجمال يغرك وعا الجمال يغرك أو تلخدع فيه أصل الجمال لو غرك يكويت بالنار لا يليل ده مهما كان الجمال مسير وبكرة يروح ده مهما كان الجمال مسير وبكرة يروح ده عشق الجسد مش دايم لكن اللي دايم حلاوة روح الله عليك يا خير بجد يعني ما شاء الله عليك كل أغنية أحلامت تانية رب أنا يكرمك وبتمنى لك يا رب التوفيق وإن شاء الله بقى بجد لازم نشوفك كده يعني زي المطلبين الكبار إن شاء الله وإن تستاهل كل خير بجد فإنت برضو كمل وبجد إصحابك اليوم حق يشجعوك وأهلك إنهم ما يدعموك إنت تستاهل والله بجد يعني والفضل كله طبعا نرجع لأبو يا أمي طبعا يعني دايما في أهالي ممكن تعتارد أو كده بس كويس إن الأهل عندك برضو موافقين ودعمينك والإصحاب برضو أكيد برضو ليهم عامل يعني أكيد طبعا طب تحب كده تقول كلمة أخيرة لكل الناس اللي سندتك أو تشكرهم على الهواء تحب تقول لهم إيه والله أنا بشكر كل يعني كل صاحب جدا وقف معايا ووقف معايا مين أكتر حاب حابب تشكره وتقوله شكرا للي أنا وصلت له ده بصي يعني هو في أول حاجة طبعا أول حاجة يعني أبو يا أمي تمام تاني حاجة طبعا رأخويا أرتيجا أخويا خليفة ومسي في بكردي دول صحابك يا آه صحابي طبعا تمام ربنا يا ربي يكرمك بيهم ودايما كده في نجاح وتستهل كل خير بجد يا فارس وإحنا استمتعنا جدا معك وبنتمنى لك التوفيق وإن شاء الله هنتقابل أكيد في القوات التانية وإنت حاجة كبيرة بقى كده بإذن الله بإذن الله ربنا أكيد بشكرك جدا يا فارس شكرا بشكركم أعزائي المشاهدين استمتعت النهاردة معكم بالحلقة وبإذن الله استنوني في حلقة جدا بردامتكم بألوان سلام عليكم موسيقى